مع كامل الاحترام للألقاب عدد الألقاب بس الحقيقة كل الأسماء اللي انتوا شفتوها تقدروا تقولوا أنهم مديرين فنيين عندهم بصمة يعني سبك من الإنجازات ومن الألقاب وخصوصا أنك بتكلم على أندية على مستوى يعني زيدان مع الريال وهو طبيعي جدا يعني جزء كبير زيدان مدير فني كويس وكل حاجة وفي أنا عارف يعني لي عشاء ولي مريدي إنجاز التعبير لكن في النهاية الريال الريال هو اللي حق البطولة مع زيدان أنشلوتي نفس الحكاية بيب جورديولا مع فرق كبيرة جدا بحكم الإمكانيات بحكم التاريخ يعني بتكلم على البرسة طبعا هو اللقبين اللحقهم مع البرسة لم ينجح لا مع البيان ولا مع الستي في تحقيق لقب بطولة دولي الأبطال لكن في النهاية سبك من الألقاب كلهم الحقيقة تقدر تقول أنه مدير فني قادر يعمل نقلة قادر لما يحط لما يمسك فرقة يعني نبص مثلا على جورديولا جورديولا كورتو مع البرسة هي كورتو وهي فلسفتو مع الستي هي كورتو وهي فلسفتو مع البيان وإحنا محتاجين ده الحقيقة محتاجين ده وأنا الحقيقة هي إيهاب جلال من ضمن 3 أو 4 أسماء على المستوى الكرة في مصر هنا اللي بحس أنه مدير فني عنده البصمة قادر أنه يحط فكره ويطبق فلسفته بس أتمنى منه وأنا عارف أن كل اللعيبة اللي في منتخب مصر النجوم كبار وأسماء كبار جدا وعلى عيننا وعلى رأسنا بس في منتخب مصر النجم الأول هو منتخب مصر يعني منتخب مصر مفوش نجوم منتخب مصر فيه رجالة شايلة اسمه مصر أمتك إيه؟ مشوارك إيه؟ إنجازاتك إيه؟ يعني مع كامل الاحترام والتقدير كل ده على جنب وأتمنى من كابتن إيهاب جلال أن يتعامل مع نجومنا كده لفكرة كابتن حسن شحاتا كان معا جيل كل نجوم حدش يختلف أبدا على قيمتهم ولا على إمكانياتهم ولا على قدراتهم ولا على أسماءهم نجوم كلها قيمة منتخب مصر كلها في جيل 2006-2008-2010 كانت كلها نجوم في 98 البطولة اللي حقاها كابتن جهري الله يرحمه كان كلهم نجوم يعني في تدرش تقول أنه حازم إمامة حسام حسن أحمد حسن طرق مصطفى عبدالسطر صبري ياسر ردوان محمد عمارة نجوم كلهم نجوم 2000-2008-1986 بطولة 86 خطيب طهر أبو زيد ربيع ياسين مصطفى عبده ثبت البطل أشرف آسم دول نجوم جدا 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 وتسعين برضو دي جيل راح كاس العالم أحمد الكاس أحمد رمزي هاني رمزي هشام يكن أحمد شبير حسن إبراهيم نجوم لكن مفيش نجوم مفيش نجم ممكن يكون في يوم العام أعلى من منتخب مصر واللي مش قادر يدي المنتخب أهلا وسهلا الرجالة كتير الرجالة كتير طيب عشان كده بقول جابت نهاب أنت صاحب قرار أول والأخير يعني أنت قائد المنتخب مش بس مدير فني ومنتخب دايما يحب القائد يعني فيه فرق بأنك أنت تبقى مدير الجهاز أو مدير الفني المنتخب وأنك أنت تكون قائد المنتخب وإحنا شايفين فيك ومتوسمين فيك خير وأنا أتمنى أنك تقدر تعمل النقلة دي خلينا أقول لكم طبعا كنت أقول لكم أنه منتخب مصر راح يلعب أثيوبيا يوم الخميس اللي جاي مواجهة طبعا تانية في مشوار تصفيات أمم أفريقيا المنتخب المباراة دي هيرجع لنا الشناوي اللي الحمد لله طمين عليه وعلى سلبيت العيانة والمسحة بتاعته لكنها غير عنها محمد صلاح وفي غياب صلاح هنا الحقيقة أنا ليه أكتر من علامة استفهام لأنه المصادر اللي صراحت أنه محمد صلاح هيسفر الإمارات عشان هو شارك محمد صلاح عب المصدر بيقول محمد صلاح عب ماتش مبارح وهو عنده شد خفيف كان مصاب ويمكن ده كان بان شوي على صلاح ما كانش يعني في أعلى فورما مبارح المنتخب مبارح كله ما كانش في أعلى فورما مش بس صلاح يعني مبارح إحنا مجناش زي ما قلت لكن الحمد لله إنها كانت نتيجة إيجابية وفي مواجهة المنتخب الأقوى معناه في المجموعة كابتل خالد جادارل مبارح كان بيقول لي إنه ملاوي كمان منتخب محترم جدا أنا ما شفتش ملاوي يعني مركزتش مع غينيا عندها لعيبة تقول عليها يعني تقدر تعمل منافس قوي لمنتخب مصر في المجموعة لكن لا غينيا منتخب محترم جدا وبيلعب كرة محترمة جدا 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 لكن اللفت نظري فيه